اشتركوا في القناة كما كان في الاستقبال سعادة أفريق الركن ذياب بن صغر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط وخلال الزيارة اطلع جلالته أيده الله على الخطط والبرامج المستقبلية لتطوير مختلف أسلحة ووحدات قوى الدفاع البحرين حيث أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله عن اعتزازه بقوة دفاع البحرين ورجالها البواسل الذين سطروا أسما قيم الولاء للوطن وما يتميزون به من شجاعة لتنفيذ المهام المناطة بهم بأعلى درجات الإقدام والانضباط مؤكدا أيده الله أنهم موضع تقديرنا الكبير وفخر للبحرين وأهلها دائما وشاكرا جلالته لهم جميعا الجهود الذي يبدلونها بكل عزم وإخلاص حماية لنهضتنا الوطنية الظافرة التي حققها أبناء البحرين بتكاتفهم وتعاضيهم معا متمنيا جلالته رجال القوة دفاع البواسل المخلصين دوم التوفيق والسداد في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها ولوطن الغالي العزيز استمرار الازدهار والرقي ترجمة نانسي قنقر